أعلن الجيش الاحتلال الإسرائيلية رصد طائرتين مسيرتين عبرتان من لبنان وتم اعتراضهما فوق مناطق مفتوحة ونقلت صحيفة جروسلم بوست الإسرائيلية عن بيان لجيش الاحتلال أن صفرات الإنذار دوت في الجليل الغربي والأعلى قبل اعتراض المسيرات مضيفة أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو تدمير في المنشآت ترجمة نانسي قنقر